البعثة الأممية في ليبيا أزمة تضاف إلى أزمات لا تنتهي مطالبات بتعين رئيس جديد للبعثة مع أصل لمشكلة حلها مرهون بتوافقات محلية وأقليمية الوصول إليها يبدو صعبا على أقل تقدير في نيويورك كانت هذه العقدة محور مباحثات إيطالية ليبية أممية للوصول إلى الانتخابات التي تعد الحل الوحيد للمأزق الحالي لابد من الإسراع في تعيين ممثل جديد للأمين العام في ليبيا كانت هذه كلمات المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو في لقائين منفصلين مع كل من مبعوث ليبيا إلى الأمم المتحدة طاهر السني وممثلة الأمين العام للشؤون الإفريقية مارتا بوبي حماس روما ودعوتها الجديدة تأتي بعد أيام فقط من مغادرة استيفاني وليامز التي كانت تقود أعمال البعثة بمنصب مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة منذ منتصف سبتمبر الماضي حتى الآن فاشل مجلس الأمن خمس مرات متتالية في تسمية المبعوث الأممي المنتظر واكتفى بتمديد تقني لا يتجاوز الثلاثة أشهر في كل مرة دفت الصراع داخل مجلس الأمن حول أعمال البعثة هما موسكو التي لا تريد التمديد دون تسمية مبعوث جديد وواشنطن والدول الغربية التي ترى أن التمديد أساس لقيام البعثة بواجباتها رشح في جلسات مجلس الأمن المتلاحق رفض لتسمية ممثلين من القارة الإفريقية وتهمت موسكو وواشنطن بعرقلة هذه الأسماء بالنسبة للدول الغربية من يعرقل أعمال البعثة هي روسيا وتقول إن مطالباتها تتناقض مع مهام البعثة وفي جلسة يونيو الماضي تحدثت مصادر دبلوماسية عن رفض إماراتي لتعين وزير الخارجية الجزائرية السابق صبري بوغادوم مبعوثا أمميا إلى ليبيا ليبيا التي ترى أن أساس أزمتها الصراع الدولي بالدرجة الأولى تتساءل عن قدرة مجلس الأمن في إيجاد حل مع عدم قدرته على تسمية المبعوث لأكثر من عشرة أشهر مقبل الأسماء والمبعوثين الجدد طريق الحل بين الأطراف الليبية يمر بالضرورة بمصالح دول إقليمية ودولية تقاطعها في مشهد دولي ساخن لن يكون سهلة